بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي علم المتعلمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين آمين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك ولا تجعلنا من الغافلين عنك وعن ذكرك آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخوانا الكرام في هذا المجلس الجديد من مجالس الفتوى وهذه الحلقة الجديدة من برنامج على درب النور حلقتنا هذه ككل يوم ثلاثاء ستكون خاصة للإجابة على الأسئلة التي وردتنا في الرسائل نعتذر فيها عن تلقي الاتصالات حياكم الله ومرحبا بكم هنا أخ لا أريد أن أذكر اسمه مع أنه لم يقل لي لا تذكر اسمي لكن يقول من وقع في الزنا وتاب توبة نصوحا هل تغفر ذنوبه؟ يعني نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب عن الذنب كمن لا ذنب له والله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لكن يشترط أن تكون التوبة نصوحا كما قلت قلت توبة نصوحا من شروط التوبة نصوحا أن يعزم على ألا يعود إلى ما كان عليه من ذنب ومن شروط التوبة الإقلاع المباشر خلاص أقلعته الآن تبت إلى الله وأن لا يحدث بما كان وأن لا يبقى هناك أي ارتباط لا يكفي أنه رجل تاب من الزنا ولا يزال متواصلا برسائل وأنحب الرسائل مع تلك المرأة أو له اتصال مع نساء أخريات يعني هذه نواقض للتوبة فإذا تبت توبة نصوحا فالله تعالى غفره الرحيم نعم هنا الأخت نورسين تقول والدتي توفيت وكان عندها خاتم من ذهب هدية من أخي وقبل موتها أعطت الخاتم لي محبس خاتم لي هل هو حلال والآن أخي يطالب بالخاتم وأنا احتفظ به لأنه من أمي وقالت هذا الخاتم لك فهل طلب أخي حلال أم حرام طلبه حرام بلا شك الخاتم لك لأن أخاك عندما أعطاه لأمك صار ملكا لأمك صار ملكا لها يعني خرج عن ملك أخيك صار ملكا لوالدتك رحمها الله والدتك عندما وهبته لك صار ملكا الآن لك صار ملكا لك ليس لأخيك أخوك ليس له شيء فيه يقول له هذا حرام أنت وهبته لأمي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل العائد في هبته يعني ليعطي ويرجع كمثل الكلب يقيء ثم يلعق قيئه والعياذ بالله تشبيه يعني يبين حال يعني يبين سوء حال الإنسان الذي يعود في هبته طيب فالآن هو ملك لك لا يحق لأخيك أن يأخذه منك ولا أن يطالب به نعم الأخ يعني جمال البياتي يقول أمي توفيت قبل ستة أشهر وتركت مبلغا من المال من راتبها الشهري والراتب لأخي الشهيد الإخوان بالنسبة لرواتب الشهداء أو رواتب المتوفين الموظفين وغيرهم هذا لا يكون ملكا للميت الميت لا ملك له إنما هو يكون الراتب ملك من يظهر باسمه فالراتب هو بالأصل بسبب أخيك الشهيد هو ليس لأخيك ظهر الراتب باسم من باسم أمك رحمه الله خلص هذا المال لأمك لا نقول لأخيك الشهيد فهذا المال بما أنه مملوك لأمك وأمك توفيت فهو للورثة يقسم بين ورثتها بحسب القسام الشرعي نعم هنا الأخ يعني أكثر من أخ سألنا هذا السؤال هو عندما دخلت علينا الجماعات المسلحة ظهر في جسدي مرض البهاق بسبب الخوف من الصواريخ ثم بعد ذلك عملت معاملة الجرحة ويقول محامي كتبوا في التقرير أنه مصاب في أحداث داعش هل هو حلال أم حرم قلنا هذا حلال قلنا أي شيء أي شيء يكون بسبب المعارك التي حدثت بين الجماعات المسلحة بشتى أصنافها والقوات الحكومية إذا كان بسبب المعارك أو بسبب حصار المدن أي شيء بسبب الأحداث التي حصلت يجوز أن تعامل معاملة الجرحة وليكتب فيها مصاب لا يقول جريح ولا يقول أنه كذا في قدمي كذا في يدي ليكتب مصاب بسبب العمليات العسكرية يكون صادقا يكون صادقا لأن البهاق مرض ظهر بسبب العمليات العسكرية بسبب الخوف والخوف عامل نفسي سببه الصواريخ والانفجارات وما أشبهها لذلك جائز ولا مشكلة إن شاء الله نعم هنا أخي يقول يعني أمانة الله ورسوله أمانة الله ورسوله يجاوبونه بدون ذكر اسم إخوان أرجو ألا تضعوا علينا الأمانة أرجو ألا تضعوا علينا أمانة يعني ليس عندنا عداء مع أشخاص دون أشخاص حتى نجيب هذا ولا نجيبه هذا عندما اسم لا نجيبه فيعني أنه لم يصله الدور وانتهى وقت البرنامج الأسئلة قد تصل إلى 500 سؤال في الحلقة الواحدة لا يوجد لا يوجد هكذا وقت فنرجو عدم ذكر الأمانة ونحوها طيب يقول هناك أناس فقراء وحالتهم المادية صعبة وجاءهم شخص وقال لهم أنا أعمل لكم معاملة جرحة وعمل لهم المعاملة والمرأة كذب ليس جريحة وليس فيها أي صابة وعملوا المعاملة وعندها ثمانية أطفال قاصرون وبعد مدة وفيت المرأة التي باسمها المعاملة والآن المعاملة ظهرت وظهرت باسمها قطعة أرض والآن الزوجها ظهر له راتب جرحة وزوجها قال المحامي اترك المعاملة لا أريدها والمحامي قال خسرت على المعاملة ولا أستطيع أن أتركها والآن يريد أن يعرف الحلال أم حرام اسلام المعاملة قطعة أرض وراتب وفروقات قلنا مرارا قلنا مرارا لا أستطيع أن أفتي بجواز معاملة فيها تزوير خلاص نقطة رأس سطر لا أستطيع أن أقول أنا حلاله هي تزوير كذب مال مخصص لشريحة معينة يأخذها من لم تتوفر في هذه الصفة حرام نعم ألخ يونس عبد الكريم العساوي يقول أنا أفطرت يوما واحدا من رمضان الماضي هل يجوز أن أقضيه بعد رمضان هذا يعني بما أنه يوم واحد قضاءه يسير فقضيه قبل أن يأتي رمضان نحن الآن في شابان بقي على رمضان أسبوعان إن شاء الله تقريبا أو أقل من أسبوعين يعني كم بقيه؟ عشرة أيام تقريبا نعم إن شاء الله فصم الآن قبل أن يأتي رمضان لأن إذا دخل رمضان وأنت عندك قضاء من رمضان الماضي ستدخل في الإثم وإذا قضيته بعد رمضان يجوز لكن يجب أن تعطي معه كفارة تعطي معه إطعام فقير وستظهر يعني مقادر الكفارة في شهر رمضان إن شاء الله نعم إذن على أي حال أحاول أن تقضيه قبل رمضان الأخ محمود ياسين يقول أصبت من أربيل يقول أصبت أنا وزوجتي وابنتي بمرض كورونا ولم نصل مدة المرض وذلك لعدم تمكني كيف أقضي الصلاة الفائتة وذلك لعدم تمكني يعني عدم تمكني من الصلاة كيف أقضي الصلاة الفائتة أولا يعني كورونا كثير من الناس أصيبت بكورونا ولم ينقطعوا عن الصلاة ما الذي يمنعك عن الصلاة لماذا لم تتمكن إذا قالوا بأن الماء يؤذيك كان يمكنك أن تتيمم وإذا كانت الحركة صعبة عليك يمكنك أن تصلي جالسا فإن لم تستطع مستقيا على جنبك لم تستطع على ظهرك فقد تحرك لسانك ما الذي لم تستطعه ما الذي لم تستطعه عليتي حال عليك القضاء بما أنك لنقول تركت شهرا تقضي يعني أسهل طريقة للقضاء أن تصلي مع كل وقت وقتا يعني تصلي الفجر مرتين فجر اليوم وفجر عن القضاء والظهر مرتين عن اليوم وعن القضاء وهكذا تستمر لمدة شهر أو تستمر بالمدة التي تركت فيها الصلاة ولكن استغفروا الله وتوبوا إليه لأن الصلاة لا عذر في تركها قال أخت تسأل تقول أو رجل الظاهر أحيانا أنا لا أذكر الأسماء لأن هناك أسماء وهمية يعني أسماء عازف الليل وردة الجنة يعني هناك أسماء لا تدل على أشخاص فلا أذكر الأسماء يقول ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان من جامع زوجته في نهار رمضان وقع في كبيرة من أكبر الكبائر ووجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين شهرين متتابعين إذا أفطر واحدا يوما واحدا بينهما يجب أن يعيد من البداية هذا حال الرجل أما المرأة فتقضي يوما واحدا فقط إذا لم يكرهها زوجها إكراها الملجئا أما إذا أكرهها في نهار رمضان فلا تعد مفطرة الإكراه مو أزعل مني ولا ترى ضربتش راجدي هذا مو أكراه لكن هناك إكراه ملجئ إنسان بالضرب الشديد المبرح الذي تخشى أن بعض النساء تسأل تقول يضربني ضربا أخشى أن تتلف عيني أن يذهب نور بصرها من شدة الضرب هذا إكراه ملجئ ومثل هذا الوحش يحق المرأة أن تشكو أمرها إلى أهلها أو إلى القاضي إذا فعلها هكذا على أي حال فتكون المرأة في هذا الحال غير مفطرة لكن إذا لم يكن هناك إكراه أو كان إكراه بسيطا زعل أو قلت أرى ضربتش راجدي لو أدفعها هذا مكره فهنا يجب عليها قضاء يوم واحد وهي مرتكبة كبيرة ألي أن تستغفر الله وتتوب إليه أما الرجل فيصوم شهرين متتابعين نعم في حال إذا لم يستطع الصيام عندما قلنا لم يستطع يعني أن يكون عنده مرض مزمن مثلا مرض مزمن لا يستطيع الصيام أصلا حتى في رمضان هذا يطعم ستين مسكينا أما إذا كان بالأصل يستطيع الصوم لكن يقول صعب علي أنا صوم شهرين متتابعين نقول نعم ندري أنه صعب لكنه عقوبة يصوم شهرين متتابعين ليس له شفاعة قال الأخت مسك تقول الدعاء أثناء السجود هل يبطل الصلاة بالعكس الدعاء أثناء السجود مستحب وهو من مواضع الإجابة الله تعالى يقول وسجد واقترب يعني عندما تسجد تقترب من الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد لذلك فالدعاء حتى لو كان دنيويا الدعاء في السجود مستحب نعم طيب الأخ أبو محمد يسأل يقول عندما كنت في الجيش في الحرب مع إيران كنا ندخل في هجمات أو عدة هجمات ونطلق النار على العدو كما يسمى أو بالعكس هم كذلك يطلقون علينا النار أو القذائف لا ندري إن كنت أصبت أحدا علما أني لا أشخص أحدا كان رمي عشوائيا وبعد ذلك إذا كنت أصبت أحد هل علي إثم في ذلك وجزاكم الله خيرا يعني هذه الأمور القتال الذي يكون في الفتن بين المسلمين ينظر إلى المصلحة الراجحة فيما لو تركنا العدو يهجم على الديار هل كان سيؤذي الديار وكان مثلا يسلب المال أو يقتل أو شيء آخر هنا من حق الإنسان أن يدافع عن أرضه من حق الإنسان أن يدافع عن أرضه وأن يدافع عن وطنه يعني إذا جاء إنسان إلى بيتك ليسرق منه المال ولا تدري لعله يقتل أحدا من أهل البيت فلم تستطع أن تدفعه ولم تستطع أن تبعده إلا بالقتل وقتلته ليس عليك دية هذا يسمى دفع الصائل يسمى دفع الصائل فذلك الأمر الله أعلم به نعم الأخت إشراقة تقول هل يجوز إعطاء الزكاة طول أيام السنة الزكاة لها وقت وهو الحول أنا مثلا ملكت مبلغا من المال بالغا للنصاب والنصاب كما قلنا ما يعادل خمسمائة وخمسا وتسعين غراما من الفضة يعني تقريبا ستمائة غرام فضة إلا خمس غرامات إذا ملكت هذا المبلغ وكنت سابقا لا أملك يعني هذا القيمة ملكتها لا تجيب عليه الزكاة الآن حتى يمر عليها سنة لأن شروط وجوب الزكاة هي بلوغ النصاب أن أملكها مبلغا بهذا القدر وحاولان الحول أن يمضي عليه سنة طيب مضى علي الحول الآن أعطي الزكاة لا أؤخرها لا يجوز أن أقصط طيلة السنة المقبلة مثلا إنسان معتاد أن يزكي في رمضان جاء رمضان يخرج زكاته لا أقول بعد رمضان في كل شهر أعطي جزء منها لا يجوز ذلك إذا خرج رمضان وهو لم يخرج كل زكاته دخل في الإثم يجب أن يعطيها لكنه إثم إثم القضاء كما لو أن إنسانا صلى صلاة بعد وقتها يجب أن يصليها يجب أن يقضيها لكن مع إثم القضاء أما إذا قصدت أنك خلال السنة تؤدي زكاة العام المقبل فيجوز أن تقدم الزكاة لسنة أو لسنتين شلون يعني؟ إجا رمضان هذا جاء رمضان وأديت عنه زكاتك في شوال رأيت فقيرا أو رأيت حالة تريد أن تخرج منها من أموال الزكاة لرمضان المقبل يمكن؟ يمكن وإلى سنتين يجوز عند الحالات الحرجة أن تقدم إخراج الزكاة تقدم إخراج الزكاة وتأتي بورقة وقلم وتحسب أخرجت هكذا أخرجت هكذا أخرجت هكذا فعندما يأتي رمضان تنظر إلى زكاتك وتطرح المبالغ التي أديتها قبل رمضان وتعجيل الزكاة أمر مستحب يجوز نعم طيب بعض الإخوة يكررون الأسئلة كثيرا الأخ عبد الكريم عماد يقول ما حكم الأب الذي لا يعطي الإرث لبناته إنما لا يعطي لبناته وإخوانهن يعني كما نقول عاجبهم ذاك يعني عجبهم هذا الأمر أرجو أن تجيبني لأنهم يسمعونك بلا شك هذا الأمر حرام طبعا الأب إذا أراد أن يعطي الأموال لأولاده دون بناته والأولاد يفرحون بذلك هذا لا يسمى إرثا لأن ما دام الأب حيا فماله ليس إرثا هذا المال مال مملوك للأب متى يكون إرثا عندما يموت لا يوجد مال اسمه إرث وصاحبه حي هذا المال مال مملوك فإذا أعطاه لأولاده سجل هذا البيت باسم هذا الإبن هذه قطعة الأرض باسم هذا الإبن وترك البنات لا شيء لهن عندما يموت ليس لهن شيء ما حكمه يعني هذا الأب لا أستطيع أن أقول عنه سوى أنه باع آخرته بدنيا غيره ليس بدنياه هو هو ما حصل شيء لكن باع آخرته الخاطر يرضون ولده بالنسبة لأولاد ما حكم المال الذي أخذوه هو حلال لهم حلال لهم لأنه هبة من إنسان مالك هو أبوهم لكنه مالك ملك وأعطام الكو لكنه آثم لأنه حرم بناته من الإرث عندما يموت فهو آثم وأبنائه أكلوا ماله حلالا ترضى يا أب ولدك يأكلون حلال يأكلون حلال وانت تروح تعذب عند الله سبحانه وتعالى لماذا تبيع آخرتك بدنيا غيرك بعض الناس يقول لك أنا أقوم أن تفلوسي وتروح للنسابة هذا حق الله شنو للنسابة هذا حق الله سبحانه وتعالى ليش ما تقول لروح البنتي بنتك ستكون منتفعة من هذا المال لما حتى لو قلنا أنه انتفع زوجها الذي هو النسيب البنت لما يكون عندها مال وارثة من أبوها يعني سيكون لها منا وسيكون لها فضل على الزوج والزوج إذا كان حر من نسل حر يجب أن يقدر هذا الشيء لزوجته لأنه انتفع فيحسن معاملتها أكثر مما يجب عليه أن يحسن معاملتها وبعيدا عن كل هذه الاحتمالات هذا حكم الله ليس حكمي وليس حكمك حتى تأتي أنت وتغيره لأجل هذه الأعراف الباطلة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أخون يقول أرجو عدم ذكر اسمي يقول أنا أدخن السجائر وقد أقسمت وقلت والقرآن الكريم لن أدخن ورجعت دخنت ما هو الحكم الشرعي أنت ارتكبت إثمين الإثم الأول حنثك بكتاب الله حنثك بالقسم بالقرآن الكريم والسبب الثاني هو رجوعك للتدخين التدخين حرام بعض الناس يقول أعطينا دليلا من القرآن على أن التدخين حرام لأعطينا من الحديث النبوية إذا نبقى نقول فقط بالقرآن الكريم وفقط بالسنة النبوية كل شيء بالتفصيل هم راح نرجع نقول البيرة حلال رغم أنها مسكرة شأنها شأن الخمر لكنها مو خمر الخمر الذي ذكر في القرآن الكريم المعروف أنه من العنب أما هذه مثلا من أشياء أخرى لكنها حرام مسكرة شأنها شأن الخمر كذلك السجائر الله تعالى وضع في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم وضع في السنة النبوية ثوابت وقوانين ليس بتفصيل كل شيء حتى هناك أمور في زمنهم لم يذكرها صلى الله عليه وسلم لكنها تندرج ضمن كلام عام يعني مثل الأب لما قلهم الأبناء لا تشغبون ولا تسوون هوسة لا تشغبون بالبيت ولا تسوون هوسة قام الأبن ودفع التلفزيون وكسرة مديد على الساعة وقع على الحيط يقول أبويا لا قلع التلفزيون ولا قلع الساعة هل نقول هذا في مأمن من العقاب لا الوالد وضع له قاعدة عامة لا تشغبوا ولا تعملوا الضجيج في البيت يعني لا حاجة ليذكر كل شيء بالتفصيل فكذلك الله تعالى قال يحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الخبائث كل شيء يخبث البدن طيب الآن اسأل الأطباء هل السجارة تطيب البدن أم تخبثه هذه مسألة النبي صلى الله عليه وسلم حرم مع الإنسان أن يضر نفسه بأي شيء من الضرر حتى لو جرح نفسه بشيء جارح كله حرام الجسد ليس ملكا لنا الجسد ملكا لله لو كان ملكا لنا لجاز الانتحار لكن الجسد ملكا لله ونحن مؤتمنون عليه لذلك إذا مريضنا نتداوى يقول النبي صلى الله عليه وسلم تداوى فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء وهكذا فبما أن الأطباء ما لحق الإنسان يقول ليش علماء الدين يحرمون السجائر كلام مو يم علماء الدين كلام يم الأطباء اسأل الأطباء ليش تقولون على السجارة مؤذية يا أطباء روح يعتب على أطباء قبل ما تعتب على أهل الشريعة فخليجون الأطباء ويقولون السجارة ليست مؤذية سنقول عنها حلال لكن الأطباء مجمعون على أن السجارة مؤذية بل وتؤدي إلى الموت كثير من الناس يقول مات بسبب جلطة مات بسبب تسمم مات بسبب سرطان وكلها سببتها سجائر في علم السجار يكتب السجائر تؤدي إلى سرطان الرئى والشرائين والقلب وما أشبه ذلك تحذير كأنه يخرج من العداء على يتيحال يجب عليك أمران الأول أن تدفع كفارة لأنك حنثت بيمينك وهي أن تطعم عشرة فقراء كل فقير وجبة مشبعة أو خمسة وعشرين إلى ثلاثين ألف دينار توزع على عشرة أشخاص ثلاثين أظن الآن شوية ارتفعت الأسعار فما أظن أكو وجبة يعني بأقل من ثلاثة ألف دينار مشبعة في العراق فإذا ثلاثة ألف دينار فثلاثين ألف دينار كفارة يمين إذا كنت لا تملك تصوم ثلاثة أيام هذه كفارة يمينك والواجب عليك الثاني أن تترك السجار نعم طيب هنا أخت الأخت أم حاتم تقول أنا مطلوبة خمسة وعربعين يوما بسبب ولادتي ابني وابنتي ولحد آل لم أصومها ابني صار في الصف السادسة الابتدائي وابنتي صارت في الصف الرابع الابتدائي هل يجوز أن يعطيها صادقة أو يجب أن أصومها أختي بما أنك قادر على الصيام لا تجوز أن تعطي الصادقة الفدية أو الكفارة لا يجوز الكفارات والفديات الفديات يعني فدية الصيام هي على العاجز هناك فرق بين عاجز ومتعاجز العاجز هو الذي لا يستطيع الصيام بسبب المرض أو الشيخوخة كبير في السن لا يستطيع الصيام أما المتعاجز قل والله صعب علي الصيام هذا متعاجز هذا لا يعذر بلا شك الصيام صعب على الجميع لأن الإنسان بطبيعته يحتاج الطعام والشراب لكنه شريعة الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بها والدنيا كما قلنا اختبار والصور طبعا الصحة هذا ما ثبته الطب لكن على ايتي حال أختي يجب عليك أن تقضي جميع هذه الأيام ويجب أن تعطي منها أيضا كفارة لأنك تأخرت من فاته رمضان عليه أن يصومه في السنة التي بعده مباشرة قبل أن يأتي رمضان الآخر فإذا دخل رمضان الآخر واجب مع الصيام كفارة إيش قدر كفارة؟ إطعام فقير واحد هذه نقطة لكن من الذي يعذر إذا انتهى رمضان عليه قضاء وجاءت السنة كلها وهو معذور مثل المرأة الحامل وبعدها ولادة وبعدها رضاعة تستغرق سنة أو أكثر فهنا تعذر المرأة وعندما تفطم ابنها أو عندما تستطيع الصيام نقول لها عليك القضاء فقط وليس الكفارة لأن صحي مرت سنة وجاء رمضان آخر لكن كانت معذورة وهناك عذر شرعي أما يعني بالنسبة لك السادس ابتدائي عن صار 12 سنة رابع ابتدائي صار 10 سنوات تقريبا فما يمكن أنه لم تمر أيام أنت فيها تستطيع إلى الصيام عموما عليك القضاء والكفارة الأخ حسن الزعيم يقول هل يجوز أكل شيء من تربة الإمام الحسين عليه السلام للعلاج يعني باتفاق السنة والشيعة أن أكل التراب حرام أكل التراب حرام باتفاق السنة والشيعة لم يرد فيما نعلم في مرويات الشيعة استثناء لتربة الحسين لم يرد في مرويات الشيعة هذا فيما أعلمهم بالنسبة لأهل السنة بالإجماع يحرم أكل التراب وبالنسبة للشيعة في كتب الشيعة أيضا يحرم أكل التراب لماذا؟ بالنسبة للمحرمات هناك محرمات لنجاستها وهناك محرمات لكرامتها فالتراب محرم لكرامته لأنه أصل الخلقة كما أنه ثبت طبيا أنه يؤذي التراب يؤذي البدن على يتحال بنسبة لأكل تربته غير جائزة نعم الأخ محمد عبد القادر العبيدي يقول قرض العاطلين عن العمل هل هو حلال أم حرام علما أنه فيه نسبة ثلاثة بالمئة قالوا رسوم إدارية وضعت ضمن ضوابط وشروط تسدد على شكل أقصاط لمدة خمس سنوات مع منح سنة واحدة مدة سماح والقرض بدون فوائد بما أنهم قالوا بدون فوائد وفيه رسوم إدارية فقط ينظر إلى الرسوم الإدارية هل هي فعلية أم أكثر من الفعلية وقد تكلمنا مع بعض الرجال مع بعض المدراء في المصارف أنا تكلمت شخصيا وكذلك بعض المتخصصين بأمور الاقتصاد وأحكام المصارف المتخصصين بعلوم المصارف فقالوا بأن هذه النسب فعلية ليست زيادة لم يأخذوا زيادة إنما فقط أخذوا الأجور التي تكلف العقد لذلك هي جائزة إن قالوا يعني هذه النسب القليلة ويذكرون بأنه ليس فيها فوائد إن شاء الله يكون جائز نعم أخون يقول أرجو ألا تذكر اسمي تمام هل يجوز أن نرمي ملابس الميت بالماء يعني هو يجوز ليس حراما بعض الناس يحرق ملابس الميت بعضها يرميها في الماء يجوز ولكن هذه خرافات وأباطيل يعني هذا فعل من العبث لا فرق أن ترمي ملابس الميت بالماء أو ترمي ملابسك أنت بالماء يا أخي الإنسان طاهر إن كان حيا أو كان ميتا إن كان مسلما أو كان كافرا الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم إذا شفت يهودي ميت تقدر تلبس ملابسه يعني إذا وافق ورثته لأن ملابس تذهب لورثته عموما ملابس الإنسان الحي طاهرة مكرمة ليس فيها مشكلة يعني لا فرق على فكرة الملابس حتى وإن مات فيها الإنسان لا فرق بينها وبين الملابس عندما كان يلبسها هو وحي أبدا تريد تلبسها وتريد تصدق بها عن الميت بثواب البيت تصدق بها بثواب صاحبها يكون له أجر ينتفع منها واللي تنطهيها لا تقول صاحبها ميت حتى ما تصل عندها مسألة نفسية لأن الناس نفسيا تتشاءم من ملابس الميت وإلا هي ما بها شيء فتصدق بها أفضل من أن ترميها بالماء لا تنتفع عنت ولا ينتفع منها الميت إذا أنت نفسك ما تتحمل تلبسها تصدق بها يا أخي بثواب الميت الأخت فايزة عزيز تقول ابني توفي وعمره سبعة عشر سنة هل يجوز له العقيقة رحمه الله نعم إذا لم إذا لم تؤدوا عنه عقيقة عندما كان حيا يعني في صغره يجوز أن تؤدوا العقيقة عنه الآن وهي مستحبة نعم الأخت وردة تقول جدتي لا تملك شيئا باسمها هل يجوز أن تأخذ راتب من الدولة لكبار السن وهي لا تملك شيئا لا يوجد شيء عندها نعم يعني إذا كانت لا تملك شيئا يعني فقيرة محتاجة وهي كبيرة في السن جدتك نعم يجوز أن تعمل معاملة كبار السن لا مشكلة في ذلك الشروط متوفرة بالنسبة لمعاملة كبار السن يشترط فيها شرطان الأول أن يكون كبيرا في السن ومع الأسف أحيانا ليسوا كبارا ويزورون الجنسية لأجل أن يحصلوا عليها هذا حرام لأنه يشترط فيه السن معين والشيء الثاني أن يكون محتاجا فبما أن جدتك بهذه الصفات نعم حلال فلتعمل راتبا ولا مشكلة فيها والراتب حلال هنيئا مريئا إن شاء الله أخت تسأل تقول أقرأ سورة البقرة لقضاء أمر معين هل يجب قراءتها بجلسة واحدة أم يمكن أن أقطعها في يوم واحد ولها نفس الأجر هذا الأمر لم يرد في السن لم يرد أن سورة البقرة تقرأ لقضاء الحوائج لكن هي جربت ولا بأس بالمجربات لا بأس في من جرب سورة معينة أو آية معينة أو ذكرا معينا لا بأس أن يتخذه باستمرار كما ورد عن الإمام ابن تمية رحمه الله يقول ما قرأت آية السكينة وأنا مكروب إلا وذهب الكرب وما استغفرت الله ألف مرة على شيء مغلق إلا هو فتح ويذكر كذلك الإمام الشافع رحمه الله أنه ما صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء مغلق أمامه إلا هو فتح هذه مجربات ليس فيها مشكلة إن شاء الله فإذا جربتم قراءة سورة البقرة لقضاء الحوائج فلا مشكلة أما هل تقرأينها كاملة أو مجزأة يجوز كل الأمرين فقرأيها كاملة أو يقرأيها مجزأة ليس في ذلك مشكلة حتى لو كان بأكثر من يوم يعني ليس شرطا أن يكون يوما واحدا ما دام لم ترد في السنة فليس لنا أن نضع شروطا عليها نعم هنا أخ يسأل يقول وزارة العمل الأخ علي أحمد محمد يقول وزارة العمل أطلقت قرضا يعطون سبع ملايين ويأخذون ثمانية ملايين هل فيها ربا يعني هذا ربا ظاهر يعطي سبعة ملايين يأخذ ثمانية ملايين يعني يعني أخذ سبع المبلغ تقريبا أخذ سبع المبلغ يعني أولا أنت جنابك لم تذكر هل هذه رسوم إدارية أم هي فوائد القرض إذا وجدت فيه كلمة فوائد هذا قرض هذا ربا واضح ربا لا تسأل عنه أما مسألة إذا قالوا رسوم إدارية ننظر إلى هل هي فعلية أو لسات فعلية فهنا من السبعة ملايين يأخذون مليون هذا لا يمكن أن تكون رسوم إدارية هذا اقتطاع كثير جدا ذلك هذا قرض رباوين واضح والله أعلم نعم الأخ نسيم الصباح يقول نسيم صباح يقول هل يجوز استلام الراتب من المكاتب الأهلية وهل صحيح يكون التعامل رباويا إذا كان هذا المصرف له تخويل ما يسمى بالمنافذ منافذ الرواتب أو المعاشات هذا إذا كان يعني مرخصا من قبل الدولة لا ليس رباويا نعم لكن يعني نوصي أصحاب المكاتب أن يتقوا الله ربهم الدولة حددت لهم استقطاعات من الرواتب لا داعي لهم أن يأخذوا زيادة من أصحاب الراتب يجي التفقية أقتطع منك ألف ألفين خمسة آلاف عشر آلاف ياخذ دولة معطيتك الدولة أعطتك أجرتك لتسليم الراتب يعني تستليمه من المصرف وتحوله على حسابك ثم تعطيه لصاحبه الدولة أعطتك حقك لماذا تأخذ منه زيادة اتقوا الله هذا حرام يعني الموظف إذا اضطر إذا رفض صاحب المكتب أن يعطيه الراتب إلا أن يقتطع منه من حق الموظف أن يعطيه لكن صاحب المكتب آثم يأكل أموال الناس بالباطل وهي نار في بطنه الدولة أعطتك حقك ماذي زيادة الأخت ملك العبيدي أو ملاك العبيدي تقول أخي موظف وهناك سلفة من مصرف إسلامي أهلي يعطون خمسة عشر مليون ويستقطعون ستمائة ألف مقدمة يقول هذه الرسوم على حسب كلامهم ويقولون أن العقد ليس فيه ربا يعني كما قلنا مثل القروض الماضية إذا قالوا بأنه ليس ربا طبعا إذا قالوا فوائد هذا ربوي قرض ربوي إذا صرحوا بالفوائد أما إذا قالوا لا توجد فوائد أعدنا هذا الكلام مرارا لا توجد فوائد وإنما هي رسوم إدارية أو يقولون تكاليف الراتب أجور الرواتب هذه ننظر إن كانت فعلية فعلا الراتب يكلفهم هذا نعم فهي حلال إن شاء الله طيب الأخ علي ألبياتي يقول أخذت قرضا من مصرف الرافدين لأن أخي مسجون وطلب مني مبلغا كبيرا ولم أتمكن من توفيره بسبب الديون التي علي السؤال هل يجوز إخراجه صدقة أو زكاة من المبلغ لأن المحامين لم يتمكنوا من إخراجه رغم وجود هذا المبلغ نعم هذا السؤال يعني وردنا سابقا الظهر أن الأخ لم يكن يستمع للبرنامج عندما ذعناه على يتحال هذا المبلغ حاول جاهدا طبعا أنت عندما أخذته وهو حلال عليك لأن يجوز إخراجه السجين المظلوم وكرر المظلوم هناك سجناء ليسوا مظلومين لكن هناك سجناء مظلومون ضحايا المخبر السري ولعنة الله على كل مخبر سري كاذب هناك المخبر السري الذي يعتاش على هذه المهنة السفيهة القذرة يخبر وهناك مع الأسف قوانين جائرة مجحفة ظالمة لعنة الله على من وضعها على الدستور العراقي تأخذ بكلام المخبر السري وهناك من أعدم وهناك من حكم باستجن سنين طويلة بسبب تبليغات كاذبة إما بسبب عداء إما بسبب مشاكل إما بسبب أنه لا يوجد عداء ولا مشاكل لكن يريد أن يقبض أموالا لعنة الله عليهم جميعا أعني الكاذبين الظالمين ولهم وقفة عظيمة أمام الله يوم القيامة والكل مشتركون فيها كل من يشترك بهذه الجانيمة هذا هو استعباد الحر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات قيام الساعة السجين الآن يعيش معام يعيش عيش العبيد في السجون في أغلب دول العالم يعيش عيش العبيد هذا هو استعباد الحر والذي هو من علامات الساعة نعم على ايتي حال أنت بالنسبة لهذا القرض عندما أخذته هو حلال عليك لأنك أردت به بنية جائزة يباح فيها القرض الربوي وبما أن الأمر لم يحصل لك إذا استطعت أن ترجعه المصرف فأرجعه وإذا لم تستطعه فهو ما الحلال كسائر الأموال مباحة يجوز أن تتصدق منه ويجوز أن تخرج زكاته ما الحلال كسائر الأموال المباحة نعم طيب حوله لا قوة الله بالله على هذه الأسئلة الكثيرة المتكررة الأخت لا أريد أن أذكر اسمها طيب تقول ما حكم الرجل الذي يتكلم مع النساء وهو متزوج يعني بلا شك حرام الكلام مع النساء طبعا الكلام مع النساء بحسبه هناك مثلا طبيب يتكلم مع المريضات أستاذ يتكلم مع الطالبات أو هذه حالات خاصة أو بائع تأتي إليه النساء تشتري لكن إن كان يتكلم مع النساء عبثا بدون هذه الأسباب وبدون شيء يتكلم بعض الناس يقول أنا أتكلم بنية صافية أتكلم كيف حالكم كيف حال عائلة إذا لم يكن هناك أمر ضروري لا يجوز يا أخي لا يجوز شنو من يا صافية روح ألزم سل كهربائي من يا صافية ما تنتيل هي مو نعبة ربما تضحك على الذي تسأله لكنك لا تضحك على الله سبحانه وتعالى المطالع على السرائر بالغريزة البشرية هناك مين من الرجال إلى النساء ومن النساء إلى رجال لا يجوز هذا حرام الحرمة على المتزوج وغير المتزوج لكنها على المتزوج أكد لأن الله تعالى أحل له الشيء المتنفس الإنسان خلقت فيه شهوة هذا الأمر لا يمكن تجاوزه لكن عندك متنفس عندك زوجة يا أخي ورغم ذلك تذهب إلى غيرها في رحلة المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أمامه لحم مشوي جميل يعني كأنما خروف مشوي وعليه الكافة الطيبات وكافة يعني شيء ذوقي منظر شواء جميل لحم مشوي وقربه لحم متفسخ متعف منتن متفسخ من شدة نتن شو نقول دود أو يعني شيء وصف مخيف جدا فجعل يأكل من هذا اللحم النتن المتفسخ ويترك هذا الشواء الجميل فالنبي صلى الله عليه وسلم تمأعر وجهه من هذا المنظر المقزز المخيف فقال من هذا يا جبريل قال هذا الذي آتاه الله الحلال وذهب إلى الحرام من النساء آتاه الله الحلال وذهب إلى الحرام هذا حاله بسم الله العافية نعم أخت تسأل تقول زوجي محكوم خمسة عشر سنة وطلبت الطلاق وبقي جلسة واحدة ونتطلق وهو وافق على الطلاق لأن عندي ثلاث بنات وأريد أن أخرج راتب للمعيشة معكم العدة كيف تكون طيب يعني هل يجب أن تكون العدة كعدة الميت أولا قبل أن نذكر لك العدة ما حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها المسجون يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها المسجون بشرطين الشرط الأول إذا انقطعت عنها النفقة يعني لا يرسله نفقة وليس عنده وارد وأهله لا يرسلون لها النفقة من حقها أن تطلب الطلاق والثاني إذا احتاجت الفراش لا حياء في الدين بعض النساء تقول أنا أحتاج الفراش لا أستطيع أن أتحمل خمسة عشرة سنة أو عشرة سنوات أو حتى أقل من ذلك في هذه الحالات يعني إذا خشيت المرأة على نفسها يجوز أيضا أن تطلب الطلاق ولو صبرت فإن الله مع الصابرين لكن علي تحالي باحلها في هذه الحالة طيب إذا كان زوجها قد طلقها إذا كان قد طلقها وما الذي تفعله عندما يصدر الأمر بالطلاق يعني إما يقول أنت طالق الرجل أو يصدر القاضي أمرا بالطلاق تعتد المرأة عندئذ ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار إن كانت من ذوات الحيض والحامل تعتد بنهاية الحمل قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يعني ربما رجل طلق زوجته اليوم وولدت غدا انتهت عدتها وربما طلقها في أول يوم من الحمل عدتها تسعة أشهر لأن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن واللائي يأسن من المحيض من نسائكم فعدتن ثلاثة أشهر واللائي لم يحظن المرأة الكبيرة التي ليس لها حيضات لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر عدتها بالأشهر وليس بالحيضات فعموما إذا كنت من ذوات الحيض فعدتك ثلاث حيضات تكمل هنا هنا تنتهي العدة نعم لكن متى تبدأ إما من تلفظ الزوج بالطلاق أو من قضاء الحاكم القاضي نعم الأخ أو الأخت علياء العزاوي تقول ما هي أوقاته أذكار الصباح والمساء أذكار الصباح تبدأ من دخول وقت الفجر وليس من بعد صلاة الفجر يعني لو أن أذن المؤذن وأراد إنسان أن يذهب إلى المسجد رجل أراد أن يذهب إلى المسجد هل يجوز أن يقرأ الأذكار في الطريق إن كان يحفظها نعم يجوز لن تدخل بعد وقت الفجر والأفضل بعد الصلاة هذه الفجر وقت الأفضلية ينتهي بشروق الشمس لكن هل يمكن للنسان يقرأها في الضحى نعم يمكن لكن أجرها أقل أذكار المساء تبدأ بعد العصر وينتهي وقت الأفضلية بعد المغرب ومن لم يقرأها بعد العصر جاز أن يقرأها بعد المغرب أو بعد الإشاء الأخ خالد الجنابي يقول هل يجوز الحلف بغير الله لا يجوز الحلف بغير الله تعالى أو بصفة من صفاته يعني من قال والقرآن الكريم يجوز لأنه لم يقصد القسم بالورق بالمصحف إنما بالقرآن والقرآن كلام الله والكلام صفة من صفات الله فيجوز أما بغير الله فلا يجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي الحديث الآخر من أقسم بغير الله فقد كفر أو أشرك لا يجوز القسم بغير الله سبحانه وتعالى أما أن الله أقسم قلوة الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يعشاها والنهار إذا جلاها وقال والليل إذا أسعس وصبعي إذا تنفس وقال والطور وكتاب مصطور الله تعالى يقسم بعظيم مخلوقاته لا يمكن أن يقاس المخلوق على الخالق الله تعالى لا يسأل عن ما يفعل يقول عن نفسه لا يسأل عن ما يفعل لا نسأله عن مما يفعل سبحانه وتعالى أما نحن فلا يجوز علينا أن نقسم بغيره سبحانه والأخو يسألني عن نفس الشيء يقول ما حكم الذي يقول بروح أبويا أو بروح أخي لا يجوز كل ذلك الأخت أمل عبد الله تقول تأتيني أحيانا أفكار وساوس كفرية عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي عليه الصلاة والسلام أتعبتني ولا أريد أن أذكرها وتزداد حين أذكر الله تعالى أو أستمع للقرآن وأنا خائفة أن أتحاسب عليها أو أن أكون قد خرجت من الإسلام ما هو الحل أولا هذه من تخرصات الشيطان من وسوسة الشيطان لا تهتمي لن تأثمي عليها ولن تحاسمي عليها ما دامت مجرد خواطر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وليس من وسع الإنسان أن يتحكم بخواطره لذلك فالخواطر ما لم تظهر على اللسان أو على الجوارح يعني على العضاء إذا لم ينفذ الإنسان ما خطر بباله فلن يأثم فحاولي أختي إذا خطرت لك مثل هذه الوساوس أن تشغلي نفسك بشيء اشغلي نفسك وروح يثرمي زلاطة وروح يلزمي الموبايل وقلبي صغر المهم افعله أي شيء يشغلك عن الوساوس يعني يصرف الذهن اصرف ذهنك بعمل معين وهو ينصرف عموما يعني هذه الوساوس لا تؤثر لا على إيمانك ولا على إسلامك ولا استئاثمة بها إن شاء الله نعم الأخ هادي عدنان يقول ما حكم من يقول الله أكبر قبل أن يقول سمع الله لمن حمده عندما يقوم من الركوع في الصلاة يعني ليس آثما ولا تبطل صلاته صلاته صحيحة لكن هذا خلاف الأولى خلاف الأفضل النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني وصلي والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمد دون أن يكبر قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لكن لو قلت الله أكبر صلاتك ليست باطلة لكن هذا خلاف الأفضل نعم الأخط حبيبة تقول أنا مريضة وعندي كلية واحدة وعندما أصوم أضعف وأتعب أضعف وأتعب هل يجوز أن أكمل صيامي أم لا هذا سؤال والسؤال الثاني أبي عنده فلوس لكنه مطلوب بسبب خمسة آلاف دولار كتبت خمسين ورقة أنا خمسة آلاف دولار بسبب العلاج هل تجيب عليه الزكاة أولا بالنسبة لك لا يجيب عليك الصيام لأن صاحب الكلية الواحدة وأنا سألت الأطباء في هذه المسألة لأن هذا السؤال يعرض علي كثيرا قالوا صاحب الكلية الواحدة يحتاج إلى ماء باستمرار حتى لأن هذه الكلية الواحدة تعمل عمل الكليتين فيكون عليها جهد كبير بسبب العمل المضاعف لذلك يتحتاج ماء باستمرار فلا يجب عليك الصيام خاصة أنت تقولين أنني أضعف وأتعب ليس عليك صيام تهينا من الموضوع الأول أما بالنسبة لوالدك تقول هو عنده فلوس لكنه مطلوب مديون خمسة آلاف دولار شوفي أختي الواجب على والدك أن نقول كم المبلغ الذي عليه لو طرحنا منه خمسة آلاف دولار عنده فلوس أنت ما ذكرتش قد جوز عنده عشرة آلاف مطلوب خمسة آلاف الباقي الذي هو حر ملكه خمسة آلاف تجب عليه الزكاة أما إذا كان هذا الدين يستنفذ ماله كله لا تجب عليه الزكاة أو يستنفذ أغلب ماله بحيث يبقى عنده مبلغ يسير لا يبلغ النصاب لا تجب عليه الزكاة أيضا نعم الأخ أيهم محمد يقول هل يجوز على المرأة الكبيرة في السن أن تصلي وهي جالسة على السرير طبعا الإنسان الكبير أو الإنسان المريض في أقدامه أو الذي يتعبه الوقوف يعني يصعب عليه أن يصلي واقفا يعني كما نقول شريعتنا مدفوع عنها الحرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج الذي لا يستطيع أن يصلي واقفا يصلي كيفما ارتاح على السرير على الكرسي على الأرض على الفراش كل ذلك جائز يصعب عليه الجلوس يصلي على جنبه على ظهري كل ذلك جائز نعم الأخ وسام الملكي يرحمك الله سألت سؤالا كررته ربما خمسين مرة وكلما قلبت يظهر سؤالك أجبناك يعني يرحمك الله ضع السؤال مرة واحدة نعم يعني يأخذ مننا وقت طويل بارك الله فيك طيب طبعا ليس هو فقط لكن هو يعني بالغ في التكرار أخت تقول أرجو عدم ذكر اسمي تقول أنا لا يوجد عندي أطفال والآن أشرب علاجا وصفه لي الدكتور أن أشربه عدة مرات في اليوم هل يجوز أن هل يجوز لي الصيام أم أن أدفع الفدية سألتنا هذا السؤال وقد أجبناك ولا ندري ربما لم تريه في في البرنامج أختي لا يجوز لك هذا الأمر الذي أباح الله تعالى له الصيام المرض ومثل المرض الشيخوخة والمسافر أما أنت لست مريضة تأخذين علاجا لأجل الخلفة يا أختي أخذيه بعد رمضان يعني أما أن يصفه الآن لمدة شهرين يكون من ضمنهما رمضان لا يا أختي هذا ليس عذرا يجب عليك أن تصومي نعم الأخ ليث الخياط يقول لدي أموال أخرج زكاة عند الحول في كل سنة وقسم منها لدى آخرين أعطيتهما قرضا حسنا مذ سنوات ولا يوجد ضمان باستردادها هل تدخل ضمن الأموال المطلوب إخراج زكاتها كل سنة وهي غير مقبوضة أم تحسب بعد قبضها لاحظ أخي سأشرح لك باختصار زكاة الدين إنسان يريد أن يزكي وعنده أموال اقترضها الناس منه إما بسبب الشراء أو بسبب قرضا حسنا لا فرق المهم عندك فلوس ببطون العالم كما نقول هل يجب عليك زكاتها الدين نوعان دين مرجى أو مرجى أو مرجو ودين غير مرجو ما معنى الدين غير المرجو كما قلت لا يوجد ضمان لإرجاعها إما أن هناك شخصا أنكرها أو شخص خرجها ولا ندري أين ذهب أو شخص يقول لا يوجد عندي ما عندي فلوس انت حقك يمي مو ناكرة بس ما عندي شريك سوي سوي هذا يسمى الدين غير المرجو هذا لا تجب عليك زكاته أما الدين المرجو وهو الإنسان المقر المليء ما معنى مقر مقر يعني ليس منكرا يقر بالمبلغ مليء يعني عنده وثقة أمين متى ما طلبت منه المال يرجعه أو هناك موع الثابت ترجعه فيه هذا المال يجب أن يزكى تحسبه ضمن أموالك لماذا؟ يعني ما الفرق إذا كان مالك قد وضعته في خزنة أو وضعته عند هذا؟ متى ما شئت تسحبه؟ لا فرق فهذا المال يزكى أما الدين غير المرجو فحكمه كحكم المال المغتصب أو المسروق لا يزكى لكن متى ما أرجعه لك تزكيه زكاة سنة واحدة يعني تزكيه مليون حتى لو كان صالع عشر سنوات عنده ما تزكيه مع العشر سنوات الزكيه مع المرة واحدة طيب هذا المال غير المرجو نعم الأخ أبو حيدر يقول ما حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض بالنسبة للمس القرآن لا يجوز للحائض بل لا يجوز للإنسان النظيف غير المتوضع على المذهب الأربعة يجب الوضوء للمس المصحف الشريف أما التلفظ بالقراءة إذا كان الإنسان نظيفا لكنه غير متوضع يجوز أن يقرأ القرآن لا مشكلة لكن الرجل الجنوب يحرم عليه قراءة القرآن التلفظ بالقرآن بلا خلاف إلا الأذكار مثلا البسملة عند الطعام جائزة وأما المرأة الحائض فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى جواز أن تقرأ الحائض القرآن دون أن تلمس المصحف وبه نفتي لذلك يجوز الحائض أن تقرأ القرآن والتحذر فلا تلمس المصحف نعم إذن وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم أسأل الله تعالى أن يتقبلنا وإياكم بقبول حسن صلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وصحابي جمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته